المهارة دي بتضمن للزوجين حياة مليئة بالمواد والرحم بالود واللطف والجمال ليه طيب؟ لأنها مهارة بتعمل ايه؟ بتخفف، مهارة بتشيل، مهارة بتخلي الإنسان أحسن بتخلي مزاجه رايق، بتخلي حاله أوسع، بتخلي صدره منشرح وبتحافظ على علاقات من خطر التراكم وانتعارفين أن التراكم ده أكتر حاجة تموت العلاقة تحتها المهارة دي يا سيدي هي المبادرة بتطيب الخاطر أن يبادر شريك الحياة بتطيب خاطر شريك حياته أيوة الشعور اللي عندكم ده يريد هو ده وتهو ده الشعور اللي بيخلينا بنكلم على المهارة دي من بدري واحد يقولي طب انت هتقولي الكلام ده للمقبينة على الزواج أن هم يطيبوا خاطر شريك حياتهم طب ما أنت كده بتفترض أن الناس هتبقى بينهم مشاكل لا مش انها مش افتراض الافتراض الأساسي أن الحياة هي الحياة فاحنا عارفين أن ما فيش بيت بيأخلوا من الخلافات والاختلافات وخاصة في وجهات النظر يبقى احنا مش بنقول ده كأحد زي ما بقوله إن البلاء موقلهم بالمنطقي بنجيب المشكلات لا 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 خالص ده احنا بنقول يا ناس لازم تكونوا متزنين وعارفين إن الحياة فيها سنن ومن سنن للحياة الاختلاف في وجهات النظر فممكن ده ده الدرجة إن اختلاف في وجهات النظر ممكن يكون في العلاقات شيء صحي بشرط إن الزوجين يعرفوا يديروا الخلافات والاختلافات دي عشان تثمر تنوع وتثمر قيمة مضافة مع كل واحد فيه ولذلك تطيب الخاطر مهارة مهمة بتخلي الزوجين يقدروا يديروا علاقتهم وخلافاتهم بس لازم كمان تطيب الخاطر يتعامل بمنبدرة وبسرعة وما ننتظرش ما ننتظرش لغاية ما تطيب الخاطر لما ييجي يبقى ولا يساوي أي حاجة تطيب الخاطر عامل بالضبط زي الجرح اللي لو ما لاحقناهش وعالجناه بشكل واضح بيسيب أثر بيسيب ندوب بنسيب حاجات بتعلم في قلب الشخص بعد حدوث أي خلاف ما بين الزوجين بيكون كل واحد منهم منتظر ان شريكه هو اللي يبتدي بالصلح وبتطيب الخاطر وبالذات الست بتكون حاسة ان الخلافات ليه بقى بالذات الست ركزوا شوي لان الست بتحس ان الخلافات والمشاكل بتهدد شرع بالأمان مع جزا وبتخاف ان حبه مع المشكلات يل فبتكون منتظرة سرعة تطيب الخاطر كدليل على انه لسه بيحبها زي ما كان فتشعر بالأمان وتشعر ان الخطر انه قلبه يتغير زال واظن تخلوا تعالوا نتأمل كده اظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال السيدة عائشة ان مثل حبك يا عائشة في قلبي كمثل العقدة وكانت من وقت من وقت للتاني السيدة عائشة كان بتسأل ما كيف حال العقدة يا رسول الله فرسول الله كان بيجبر خطرة ويقولها ان حال العقدة كما هي يا عائشة وكمان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلمنا حاجة مهمة جدا عشان يأكد لنا على مهار التطيب الخاطر زي ما حصل في حديث سيدنا أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حل المسلمين أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرضوا هذا ويعرضوا هذا وخيرهما الذي يبدأوا بالسلام فحنا هنا مهمة أواوي الناس متصورين إيه أني عيبتدي خيرهما الذي يبدأوا بالسلام بعد التلات أيام لا 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 خالص ده خيرهما الذي يبدأوا بالسلام من الأول يعني حصل الخلاف فأول ما شافه قالوا السلام عليكم فطيب خطره أنهم ازعلان منه آه يعني ده مش خيرهما الذي يبدأوا بالسلام بعد التلات أيام لا ده خيرهما الذي يبدأوا بالسلام من أول لحظة فحنا لازم نفهم أن الأخلاق دي مش بس بنتعامل فيها مع الزمائل وأصدقاء والناس في الشارع ده أول حد نتعامل به بالأخلاق دي أهل البيت وعشان كده لازم نعرف أن مهارة المبادرة والسرعة في تطييب الخاطر تندرج تحت خيرهما خيرهما الذي يبدأوا بالسلام خيرهما الذي يبدأوا بجبر الخاطر اللي بيكون عنده فرصة أن يشوف ليه طيب خيرهما الذي يبدأوا بالسلام لأنه هو الذي يفتح الخير على نفسه وعلى شريك حياته يبقى هو لما يبدأ بالسلام ويبدأ بتطييب الخاطر إيه اللي حاصل؟ إيه اللي هيحصل؟ هيفتح أبواب الخير على قلبه وعلى قلب زوجته أو على قلبها وعلى قلب زوجها وعينه بيبقى تطييب الخاطر هنا بيبقى دوة معنى الخير إنه خد سواب إنه فتح باب الخير وفي نفس الوقت هو كمان دق حلوة الخير فتلاقيه هو كمان بيعمل اللي يقدر فتلاقيه بقى شريك الحياة ابتدى بقى هو يعمل اللي يقدر عليه عشان يراضيه ما هو خلاص لما بدر وطيب خطره اشترى وده فهو كمان يشتري خطره